ويل للمستهزئين للمستهزئة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يعتبر جريمة معلوماتية عقوبة هذه الجريمة وفق ما ورد في صفحة النيابة العامة قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال أي نحو ثمانمائة ألف دولار فعليا لم تنتظر السلطات إقرار هذا القانون حتى تنزل عقابها الشديد على من تعتبر منشوراتهم مساسا بالنظام العام بدأت ومنذ أكثر من عام في اعتقال الناشطين بسبب تغريدات أو فيديوهات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم نعترف بوجود إسرائيل لا مكان لإسرائيل بيننا التعبير عن رأي مخالف للنظام في المملكة قد يجعل الناشرة أو الناشطة معتقلا بتهم وهي تصل أحيانا إلى حد التخوين يعتبر السعوديون من أكثر شعوب العالم استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي سبق انكشف التقارير وتحقيقات صحفية غربية عن تدخل النظام واعتماده تقنيات حديثة للتحكم ومراقبة ما يجري في العالم الافتراضي يعتقل لاحقا في العالم الفعلي كل صاحب رأي يغرد خارج السرب حملة الاعتقالات الكبيرة الثلاث التي بدأت العام الماضي شملت عددا كبيرا من الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلماء الدين والأكاديميين لم تصل أخبار اعتقالهم إلى العالم سوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأن الخوف والترهيب انتقل أيضا إلى العالم الافتراضي في وقت ترفع فيه المملكة شعار الانفتاح غير المسبوق تصدر القوانين التي يراد بها تكميم المزيد من الأفواه وتوسيع رقعة القمع بالرغم من انتقاد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية أهوى تحدي للمجتمع الدولي الرافض للتضييق على الحريات في عهد الانفتاح الشكل يحق للسعوديين الرقص على أنغام عصرية صاخبة ولكن ممنوع منعا بثا الخروج عن طاعة الحاكم الفعلي ولو بتغريدة أو منشور على الفيسبوك ترجمة نانسي قنقر